يقول النبي صلى الله عليه وسلم تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة الحديث صحيح عند الإمام الألبني في الجامع وقال النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء يرفع من هذه الأمة الخشوع حتى لا ترى فيها خاشع الحديث صحيح عند الإمام الألبني في الجامع وقال النبي صلى الله عليه وسلم الوالد أوصت أبواب الجنة فإن شئت فحافظ على الباب أو ضيع الحديث صحيح عند الإمام البخري ومسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعين رجل لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه الحديث صحيح عند الإمام موسيقى يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الصارق يصرق البيضة فتقطع يده ويصرق الحبل فتقطع يده الحديث صحيح عند الإمام البخري ومسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة الحديث صحيح عند الإمام الألبني في الجامعة يقول النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله أن يسطر عوراتكم وأن يؤمن روعاتكم الحديث في السلسلة الصحيحة يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعين رجل لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله في الحديث الصحيح عند الإمام يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الصارق يصرق البيضة فتقطع يده ويصرق الحبل فتقطع يده الحديث الصحيح عند الإمام البخري والإمام مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمين من لسانه ويده والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه الحديث الصحيح عند الإمام البخير قال النبي صلى الله عليه وسلم سألوا الله أن يسطر عوراتكم وأن يؤمن روعاتكم الحديث في السلسلة الصحيحة يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجل لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه الحديث الصحيح عند الإمام مسلم اشتركوا في القناة